إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ولا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لشكله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام كلام الله عز وجل مشاهدي الكرام يقول الله تعالى في سورة المائدة قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل مشاهدي الكرام يقول الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه قال ابن عباس رضي الله عنهما كان بين نوح وآدم عليهما السلام عشرة قرون فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين كان بين آدم ونوح عليهما السلام عشرة أجيال عشرة قرون على ملة واحدة على دين واحد هو توحيد رب العالمين سبحانه وإسلام الوجه له فاختلفوا بعد عشرة قرون بعد عشرة أجيال فمنهم من آمن ومنهم من كفر فبعث الله النبيين مبشرين لمن ثبت على الإيمان ومنذرين لمن خرج عن الإيمان إلى الكفر وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ويشهد لصحة قول ابن عباس رضي الله عنهما قول النبي صلى الله عليه وسلم كان آدم نبيا مكلما وكان بينه وبين نوح عشرة قرون فما السبب ومسر في اختلاف الناس بعد عشرة قرون ألف سنة والناس على التوحيد على الإسلام لله عز وجل كيف دخل فيهم الشرك وكيف خرج من خرج منهم من الإيمان إلى الكفر كان سبب اختلاف الناس الغلو في الأشخاص الغلو في الأشخاص وتقديس الرجال كان السبب في خروج كثير من الناس عن التوحيد إلى الشرك كما قال ابن عباس في قول الله تعالى وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَاتَكُمْ هذا قول قوم نوح عليه السلام بعد ألف سنة في الدعوة وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَاتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّا وَلَا سُوَاعَا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَعَ قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الأسماء المذكورة في الآية أسماء رجال صالحين من قوم نوح وَدْ وَسُوَاعْ وَيَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام فلما هلكوا أي لما مات هؤلاء الخمسة أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا اتخذوا لهم صورا وتماثيل لتتذكروهم بها ولتترد عليهم كلما رأيتموها ولتقتدوا بهم وبصلاحهم انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم اتخذوا الفكرة ففعلوا ذلك اتخذوا خمسة أصنام وخمسة تماثيل لهؤلاء الخمسة الصالحين فكانوا كلما نظروا إليهم تردوا عنهم وترحموا عليهم وسألوا الله أن يلحقهم بهم على خير حتى إذا توطرت الأجيال وتباعد الزمان ونسخ العلم وقعت الأجيال المتأخرة في عبادة هذه الصور والتماثيل والأصنام فكان الغلو في الأشخاص هو السبب في خروج كثير من الناس من التوحيد إلى الشرك ومن الإيمان إلى الكفر فلما اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر أرسل الله نوحا عليه السلام لينذرهم عاقبة السوء إذا هم ماتوا على ما هم عليه من عبادة هذه الأصنام إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم ثم تتابعت الرسل عليهم السلام بعد نوح صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى أي تتتابع رسولا بعد رسول وقد سئل نبينا صلى الله عليه وسلم عن عدد الأنبياء والرسل فقال مئة ألف وأربعة وعشرون ألفا والرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جما غفيرا أرسل الله مئة ألف وأربعة وعشرين ألفا أنبياء منهم رسل ثلاثمائة وخمسة عشر رسولا كان آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى بن مريم عليه السلام فوقعت النصارى في الغلو في عيسى عليه السلام وتقديسه كما وقع قوم نوح في الغلو وتقديس أولئك الخمسة المذكورين فوقعوا في الإفراط في تعظيم عيسى عليه السلام وتقديسه حتى غلوا في ذلك فمنهم من جعله إلها ومنهم من جعله ابن الله ومنهم من جعل أمه إلها من دون الله سبحانه وتعالى فكان الغلو في الأشخاص وتقديس الرجال هو سبب الوقوع في الشرك لأول مرة هو سبب وقوع الناس في الشرك في آخر الأزمان في بني إسرائيل بسبب الغلو في عيسى بن مريم عليه السلام فنهاهم الله تبارك وتعالى عن ذلك الغلو فقال قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق أي لا تتجاوزوا الحد في تعظيم عيسى وأمه وترفعوهما عن رتبتهما إلى ما تقولتم عليهما من العظيمة فأدخلتم في دينكم اعتقادا غير الحق بلا دليل معه مع مظاهر الأدلة على بطلانه فلما بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان حريصا كل الحرص على أمته ألا تقع فيما وقع فيه من قبلها في الغلو فيه وتقديسه أو في الغلو في غيرهم الأشخاص وتقديسهم حتى لا يقع في الشرك بعد أن أنقذهم الله منه ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله والإطراء هو الغلو في المدح والإفراط في الثناء إفراطا يفضي إلى كذب المادح ورفع الممدوح إلى ما ليس له أهلا ولقد ظل صلى الله عليه وسلم حريصا كل الحرص على سلامة عقيدة أمته وبقائها على الوسطية التي اختارها الله لها وفضلها بها على غيرها فكان دائما يأمر بطاعته واتباعه ومحبته ويقرن بالذلك النهي عن الغلو فيه وإخراجه عما هو عليه من العبودية لله ففرق بين أن أحب رسول الله صلى الله وسلم وأن أتقرر بالله بحبه وطاعته واتباعه واتمس بسنته وبين أن أغلو في رسول الله فأعبده من دون الله سبحانه وتعالى فلذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول يا أيها الناس لا ترفعوني فوق قدري فإن الله اتخذني عبدا قبل أن يتخذني نبيا وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا فقال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد بن عبد الله ورسول الله والله ما أحب أن ترفعوني فوق ما رفعني الله عز وجل ومن صور الغلو في الأشخاص رفعوا قبورهم بعد مماتهم وبناء القباب عليها والمساجد كما فعل الناس بأصحاب الكهف قال الله تعالى وكذلك بعثناه وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون أمرهم بينهم فقالوا ابن عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرت كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام إن أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة قال ابن القيم رحمه الله ما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور ويلقي إليهم أن البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين وأن الدعاء عندها مستجاب ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء بها والإقسام على الله بها فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم إلى دعائهم وعبادتهم وسؤالهم الشفاعة من دون الله واتخاذ قبورهم أوثانا تعلق عليها القناديل والسطور ويطاف بها وتستلم وتقبل ويحج إليها ويذبح لها فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادتهم واتخاذ قبورهم عيدا ومن سكى ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وآخرتهم وكل هذا مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من تجريد التوحيد فمن صور تقديس الرجال وتعظيم الأشخاص اتخاذ الصور لهم والتماثيل وبناء القبور والمقامات والأضرحة على قبرهم بعد مماتهم ومن صور الغلو في الأشخاص تقديس آرائهم وتقديم قولهم على قول الله ورسوله هذا من صور تقديس الرجال وتعظيم الأشخاص تقديس آرائهم وتقديم قولهم على قول الله ورسوله وذلك بالاعتقاد في الأئمة والدعاة والمعلمين والمرشدين أن آراءهم دائما صواب لا تحتمل الخطأ فيتمسك بها ولا يتخلى عنها وإن تبين له خطأها مع أن الله تباك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله قال ابن عباس رضي الله عنهما أي لا تقولوا خلافا الكتاب والسنة لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تقولوا خلافا الكتاب والسنة وكما رضي الله عنه يفتي بجواز التمتع بالعمرة إلى الحج كان ابن عباس يفتي بجواز أن يسافر الحج في موسم الحج فيعتمر ويحج في سفرة واحدة ويرجي بحجة متمتعة كان يفتي بجواز ذلك فكان الناس يقولون له لكن أبا بكر وعمر يقولان بخلاف قولك وكان للخليفتين رضي الله عنهما اجتهاد في إفراط الحج والعمرة ليكثر سفر الناس إلى البيت الحرام ويكثر عماره فكان يقول ليجي يعتمر ويرجع وبعدين يحج ويرجع فكان ابن عباس يفتي بجواز التمتع بالعمرة الحج تسافر في موسم الحج تعتمر وتتحلل فإذا كان يوم التروية أحرمت الحج وترجع بالسلامة وقد أديت النسوكين في سفرة واحدة فكان إذا أفتى بذلك قال الناس له لكن أبا بكر وعمر يقولان بخلاف قولك فكان يقول يوشك أن ترجموا بحجارة من السماء أقول قال الله قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر ترى مشاهدي الكرام لا بعث فينا ابن عباس اليوم ورأى السواد الأعظم من الناس يقدمون أراء أمتهم ومشايخ طروقهم على قول الله وقول رسوله فماذا كان يمكن أن يقول فيا أخ الإسلام دع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأطيب وإياك والغلوة في الأشخاص وإياك وتقديس الأشخاص وإياك وتقديس الرجال وإياك وتقديم آراء الرجال على قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق فلما نهاهم الله تعالى عن الغلو نهاهم عن اتباع أهل الأهواء فقال عز وجل ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل والأهواء جمعوا هوا والهوا يدل على السقوط من أعلى إلى أسفل يقال هوا يهوي إذا سقط والهاوية هي جهنم لأن الكافر يسقط فيها والهوى في اصطلاح العلماء ميل النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية الشر واتباع الهوى معناه إيثار ميل النفس إلى الشهوة والانقياد لها فيما تدعو إليه من معاصي الله عز وجل فالمتبع للهوى هو من يجري وراء شهواته كلما تمنت نفسه شيئا أعطاها إياك كلما اجتهت نفسه شيئا قضاه هذا هو اتباع الهوى والله تبارك وتعالى قد أمرنا باتباع الشرع وأهل الشرع ونهانا عن اتباع الهوى وأهل الأهوى قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهوى الذين لا يعلمون وقال تعالى فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الخياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فلطا واشتد النهي والتحذير من اتباع أهل الهوى حتى قرن النهي بالتهديد قال تعالى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير وقال تعالى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين وأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصرح بضلال متبعي الهوى فقال عز وجل قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين ذلك أن كل من خالف الشريعة فقد وافق الهوى ومن وافق الهوى فقد ضل ولذلك قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام فإن لم يستجيب لك فعلم أنما يتبعون أهواءهم لا يمنع من اتباع الرسول إلا الهوى لا يمنع من قبل السنة إلا الهوى فإن لم يستجيب لك فاعلم أنما يتبعون أهواءه ومن أضل أي لا أحد أضل ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صاحب الهوى يعميه الهوى ويصمه لا يشوف ولا يسمع الهوى أعمى وأطرشه بطل يسمع وبطل يشوف صاحب الهوى يعميه الهوى ويصمه فلا يستحضر مال الله ورسوله في الأرض ولا يطلبه أصلا يعني ما يفكرش كده إذا هم بشي يقول هذا العمل يرضي الله ورسوله أو لا يرضي الله ورسوله هذا العمل مشروع أم ممنوع هو لا يفكر في ذلك بل ولا يطلبه أصلا ولا يرضى لرضى الله ورسوله ولا يغضب لغضب الله ورسوله بل يرضى إذا حصل ما يرضاه بهواه ويغضب إذا ما حصل إذا حصل ما يغضب له هواه فالمتبع الهوى لا يرضى برضى الله ولا يغضب لغضب الله ولكن يرضى لرضى هواه ويغضب لغضى بهواه فليس قصده أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله العليا بل قصده الحمية لنفسه وطائفته أو الرياء ليعظم هو ويثنى عليه أو لغرض من الدنيا فلم يكن لله غضبه ولم يكن مجاهدا في سبيل الله بل إن أصحاب الهوى يغضبون على من خالفهم وإن كان مجتهدا معذورا ويرضون عمن يوافقهم وإن كان جاهلا سيء القصد إن أصحاب الهوى يغضبون على من خالفهم وإن كان مجتهدا معذورا ويرضون عمن يوافقهم وإن كان جاهلا سيء القصد ليس له علم وحزن قصد فيفضي هذا إلى أن يحمدوا من لم يحمده الله ورسوله ويذموا من لم يذمه الله ورسوله وتصر موالاتهم ومعاداتهم على أهواء أنفسهم لا على دين الله ورسوله ما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله وقال عليه الصلاة والسلام من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان ومن مضار اتباع الهوى حصول الخلاف والفرقة من مخاطر ومن المضار التي تترتب على اتباع الهوى حصول الخلاف والفرقة ووقوع العداوة والبغضاء بين المختلفين كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله إن الخلاف ناشئ عن الهوى المضل إن الخلاف ناشئ عن الهوى المضل لا عن تحري قصد الشارع باتباع الأدلة على الجملة والتفصيل وهو الصادر عن أهل الأهواء وإذا دخل الهوى القل أدى إلى اتباع المتشابه يترك المحكم ويجي وراء المتشابه حرصا على الغلبة والظهور بإقامة العذر في الخلاف وأدى إلى الفرقة والتقاطع والعداوة والبغضاء لاختلاف الأهواء وعدم انتفاقها ما هو كل واحد لهوى فإذا ما كانش فيه ضابط يضبطنا وفي حاكم يحكم بنا كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وقال فإن تنازعتم فيه شيء فردوه إلى الله والرسول فإذا ما كانش فيه حاكم يحكم وضابط يضبط إبا كل إنسان لهوى الأهواء مختلفة إبا لا بد أن يقع الخلاف وإنما جاء الشرع بحسم مادة الهوى على الإطلاق وإذا صار الهوى بعض مقدمات الدليل لم ينتج إلا ما فيه اتباع الهوى إلا مبنع الهوى إبا النتيجة هي اتباع الهوى وذلك مخالفة للشرع ومخالفة الشرع ليست من الشرع في شيء فاتباع الهوى من حيث يظن أنه اتباع للشرع ضلال في الشرع ولذلك سميت البدع ضلالات وجاء أن كل بدعة ضلالة كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لأن صاحبها مخطئ من حيث توهم أنه مصيب قال الحافظ إن رجب رحمه الله إن جميع المعاصي إنما تنشأ من تقديم هوى النفوس على محبة الله ورسوله ما فيش إنسان بيعصي الله إلا لغلبة شهوته ولغلبة هواه إن جميع المعاصي إنما تنشأ من تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه فقال تعالى فإن لم يستجيب لك فعلم أنما يتبعون أهوىهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشر إبا المعصية بتنشأ من تقديم الهوى على الشر والبدع برضو بتنشأ من تقديم الهوى على الشر ولهذا يسمى أهل البدع أهل الأهواء والواجب على المؤمن أن يكون هواه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمؤمن يحب ما يحبه الله ورسوله ويبغض ما يبغضه الله ورسوله المؤمن يؤثر ما يحبه الله على ما تحب نفسه وتتمناه وتهواه الواجب على المؤمن أن يكون هواه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله وسلم فيجب على المؤمن محبة الله ومحبة من يحبه الله فالله سبحانه هو المحبوب لذاته ويجب من أجله سبحانه أن نحب من يحب من الملائكة والرسل والأنبياء والصدقين والشهداء والصالحين ويحرم على المؤمن أن يوالي أعداء الله كما يجب على المؤمن أن يحب أولياء الله يحرم عليه أن يوالي أعداء الله فالولاء والبراء عقيدة الولاء والبراء عقيدة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون وقد مدح الله تبارك وتعالى السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار على كمال عقيدة الولاء والبراء في قلوبهم فقال تعالى لا تجد قوم من يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضو عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون إذن يجب علينا نعرف أن الخلاف والفرقة سبب الهوى وقوع الإنسان في المعاصر أيًا كانت سببها الهوى ظهور البدع ومخالفة السنة سبب الهوى والأصل في المؤمن أن يكون هواه تبعاً لما جاء به رسول الله من عند الله فيجب على المؤمن محبة الله ومحبة من يحبه الله من الملائك والرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصديقين على وجه العموم من يعرف ومن لا يعرف هذا دين تدين به لله تحب الصالحين من المسلمين على وجه الأرض ممن تعرف ومن لا تعرف من السابقين ومن اللحقين ويحرم على المؤمن موالاة أعداء الله وما يكره الله على وجه العموم وبهذا يكون الدين كله لله ومن أحبى لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان حبه وبغضه وعطاءه ومنعه لهوى نفسه كان ذلك نقصاً في إيمانه من كان حبه لله وبغضه لله وعطاء لله ومنعه لله هذا قد استكمل الإيمان ومن أحب لهواه وأبغض لهواه وأعطى لهواه ومنع لهواه فقد نقص إيمانه فيجب عليه التوبة من ذلك والرجوع إلى اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من تقديم محبة الله ورسوله وما فيه رضى الله ورسوله على هوى النفس ومراداتها ومراداتها كلها من أجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الهوى ويخافه على أمته عن قطبة بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهوى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهوى معناة اتصال أي أخي محمد السلام عليكم يا شيخ عليكم سلامة الله ما سمعت يا شيخ معي السؤالين كنت اتفضل ورفع صوتك بالنسبة السلام المصافحة يعني بعد بعد السبع على قول نعم صوتك أخي محمد المصافحة يعني بعد السبع على قول الفاتحة بعد السبع سلام يا شيخ بعد السبع على قول يعني المصافحة قراءة الفاتحة المصافحة المصافحة يعني جزاك الله خير هذا هو سؤالك يعني من العادات المشهورة في كثير من مساد أن أعدى الناس ما تصلي من السلام خلص صلاة من السلام السلام عليكم السلام عليكم أول حدث لديه واحد يمد منه على كده ثلاثة أربعة منه يقوله حرما حرما أو تقبل الله تقبل الله ونفس الشمال كده هذه المصافحة عاقب السلام من الصلاة بدعة والسنة أن الناس إذا انصرفوا من الصلاة يأتون بالأذكار المشروعة وينصرفوا فإذا أنا شفت واحد جنبي أو ورايا في الصف الورايا ما شفتوش من زمان أو حال عزيزي سلمها السلام عليكم صافحوا لا بأس بذلك لكن إلزام المصافحة دوب للصلاة هذا من البدع التي يجب تركها معنا أتصال آخر أيها الشيما عليكم السلام عليكم السلام عليكم والله شيخنا عنك تضلي لو فيه رجل عايز تطلق مراته كده وهي في فترة الحيد الطلق بيقع في فترة الحيد أو أتنى لما تبقى طهرة يا أخت الشمال بتقول الراجل عايز تطلق مراته هكذا تقولين ليس بيفكر يطلق مراته أيها فتسألين عن وقوع الطلق في الحيط أيها طيب لك سؤال آخر لا بس تبقى لنا كده أني ما يحفل السلام أصلا يعني وانا حسمعك ما يصلك إن شاء الله اسمعي إن شاء الله بإذن عليكم سؤالك الأخت الشمال بتسأل أن فيه رجل يريد أن يطلق إمراته فهنا لابد من تقديم النصيحة والنبي عليه الصلاة والسلام عظم أمر النصيح قال الدين النصيح الدين النصيح الدين النصيح قول لمن يا رسول الله قال الله ولكتابه ولرسوله ولا إمة المسلمين وعمة نقول لهذا الأخ الذي يريد أن يطلق امرأته لماذا تريد أن تطلقها إن الله تبارك وتعالى حين أباح الطلاق قدم عليه كثيرا من وسائل العلاج والإصلاح الأول قال تعالى وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ يعني من أزواجكم وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَاعِظُوهُنَّ وَهَجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضِرِبُهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إن الله كان عالياً كبيراً فإن الرجل اجتهد في إصلاح زوجه وتقويم عواجها فلم يوفق ومش جادر يتدخل الأهل وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريد إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عالماً خبيراً تدخل الحكمين ويعني ما فيش توفيق والكل اتفق إن الطلاق خير من بقاء الحياة واستمرارها يبا يجي الرجل بقى أراد خلاص يتخذ قرار الطلاق فيسأل بقى هل امرأته حائض أم طاهر إذا كانت حائضاً يبا يستنى عليها حتى تطهر طب هي طاهر طب هل مسها في هذا الطهر أم لم يسها والمرأة لا تخلو من حالتي المرأة إما أن تكون حائضاً وإما أن تكون طاهراً ونادر أن تكون طاهراً ولا يمسها كل هذا من أجل تأخير مسألة إيقاع الطلاق ثم بعد ذلك إذا فكر في كل هذا واستخار ربه واستشار أهل الخير وخلاص رضي بالطلاق يطلقها في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة رجعية ثم يتركها في البيت تقضي عدتها والحكم من بقاء المطلقة رجعياً في بقاء الزوجية كما قال تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر وأسأل الله تعالى أن يعافيك أخ الإسلام مما تفكر فيه وأن يصلح لك زوجك وأن يصلحك أنت لها وأن يجمع بينكما في خير أي نعم أخي محمد أيها الشيخ تفضل أنت سؤال يا شيخ تفضل أخي محمد يا شيخ أنا كنتم فيه شركة شغل يعني حنفر فيه بس ليس فيه حاجة عملها تأمين يعني لو تعبت مثلا العلاج على السابهم يعني بها حاجة الأسئلة بارك الله أخي محمد للأسئلة التي تتعلق بالاقتصاد الإسلامي والتأمين وكلنا شيخنا الدكتور السالوس لسا منتهي قبل برنامج هذا يوم الأحد القادم إن شاء الله قبل ذلك بساعة تتصل به إن شاء الله كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر وإحنا في زمن التخصص والاقتصاد الإسلامي لشيخنا الدكتور السالوس إن شاء الله جزاك الله خير أقول مشاهدي الكرام أسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا وإياكم الهوى وأهل الأهواء من مضار الهوى وخطره على النفس وعلى المجتمع كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منه فكان يقول اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أخشى عليكم إن مما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى إن مما أخشى يعني أخاف عليكم شهوات الغي في البطون والفروج الواحد يأكل حرام ويقضي غريزة الجنسية في الحرام مشكلة كبيرة جدا أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم وأخاف عليكم مضلات الهوى وعد النبي صلى الله عليه وسلم الهوى من المهلكات فقال عليه الصلاة والسلام ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وأعجاب المرء بنفسه ثلاث تهلك الرجل شح أي بخ شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه وقد ضرب الله تعالى لأتباع الهوى في القرآن الكريم مثل السو فقال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل علي يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ويعتبرون ويتذكرون ويتعظون ويحضرون الهوى والذي يتتبع آيات القرآن الكريم يرى الله تعالى نهى عن اتباع الهوى معنى اتصال أيها أخت أميرة أيها السلام عليكم ونحمة الله وبركاته عليكم ونحمة الله وبركاته عليك ذيك الخير يا شيخ إذا ممكن سؤال تضلي امرأة عمرها أربعة خمسين سنة دورتها الشهرية اختلفت هلأ كانت أسبع أيام اختلفت هلأ وثارت عبارة عن نقاط بس نقاط خفيفة أسبوع أو أسبوع لا كل أسبوع أسبوع أو أسبوع لا فما لا أدري ماذا تفعل بالصلاة جزاك الله خير وإياكم السلام عليكم عليكم السلام عليكم هذه بارك الله فيك معروف أن المرأة يعني إذا جاوزت الخمسين دخلت كما يقول في استقبال سن اليأس من الحيض يعني خلاص الدورة بالنسبة لها يعني بدت تختلف عشان تنقطع عنها اللي هو سن اليأسي يعني فهذا التحول الآن الدورة بتجيلها طبعا ما فيش دم متدفق غزير لكن بقى نقط لمدة أسبوع وبعدين تنقطع أسبوع وبعدين تعود بمثل هذه الحالة أسبوع تاني فالله تعالى أعلم أقول فيها برأيي فإن أصبت فمن الله عزيزي فمن أخطأت فمن نفسه الشيطان في دورتها الأيام اللي بتنزع عنها الدم بصيرة نغط هي حائض فإذا طهرت تصلي وتصوم فإذا عاودها الدم فهي حائض وهكذا إلى أن يقضي الله أمرا كان فعولا ويرفع عنها هذا الدم إن شاء الله تعالى أقول المشاهدي الكرام لما قرأنا ما قرأنا من الكتاب والسنة في النهي عن اتباع الهوى أقول لما نتبع آيات القرآن نرى إن النهي عن الهوى جاء في عن اتباع الهوى في أشياء كثيرة فنهى الله تبارك وتعالى مثلا عن اتباع الهوى في العقائد العقيدة ما يصح اشتبى مبنية على الهوى معنا اتصال يا أم فاطمة سلام عليكم عليكم السلام عليكم لو سمحت يا شيخ لو في زوج طلق مراته للمرة الثالثة وبعدين قال أنا مش فاكر المرة التانية يعني يرجع بقى القول اللي قول الزوج ولا الزوجة مع إن الزوجة فاكرة وبعدين في منهم يقول الزوجة وفي منهم يقول قول الزوج وانا دلوقتي وقع في حيرة شوف يا أم فاطمة أسأل الله لك وللمسلمات صلاح الأحوال طب يا شيخ في المرة الثالثة كانت تزوج حوائد اسمعين احا جاوبك نحن في مثل هذه الحالة إذا زاد الطلاق عن ثنتين يا حيب نفتي في الطلقة الأولى نفتي في الطلقة التانية ساعد من نسمع كلمة التلاتة الطلقة التالتة دي بنحول على المتخصصين في ضر الإفتاء هم أهل التخصص في هذه المسألة والقول قولهم فإذا سألت ضر الإفتاء وأفتوك فاخذي بقولهم وقدمي قولهم على قول غيرهم إن شاء الله وأسأل الله لك صلاح الأحوال نهى الله تعالى عن اتباع العقائل عن اتباع الهوى في العقائد ما يصحش إنسان يمشي في عقيده وراء هواه له العقيدة مبنية على الشريعة قال تعالى في الآية التي معنا قل يا أهل أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل فنهاهم عن اتباع أهواء الضالين الذين لم يؤسسوا عقيدتهم على علم وهدى ولذلك يعرف أهل الأهواء من أهل القبلة بأنهم الذين لا يكون معتقدهم معتقد أهل السنة يعني دنا في الإسلام الناس الذين اتبعوا البدع أهل الأهواء الذين اتبعوا البدع يعرفون بأنهم الذين لا يكون معتقدهم معتقد أهل السنة فمعتقد أهل السنة والجماعة معروف فمن خالف معتقد أهل السنة والجماعة بمن أهل البدع وهم الجبرية والقدرية والروافض والمعطلة والمشبهة وكل منهم اثنتا عشرة فرق معنى اتصال أيام وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام عليكم جزاك الله خيرا من الشيخ وإياكم بسم الله الرحمن الرحيم في سورة محمد في قوله الله تعالى فمن كان على بيينة المربش كمان زينا له سواء عمل واتبع أهواءهم صدق الله العزيز فهل يعني مثلا اللي أنا أفهمه من هذه الآية اللي هم مثلا من أهل القرآن أو أهل السنة ومثلا يشغلهم مثلا الكرسي مثلا زي ما احنا شايفين في انتخابات الرئاسة وكده اللي هم بيلهسون وراء الكرسي هل ذلك يتبع من الهواء وهل جزاءهم لو هم من أهل القرآن والسنة مثلا عقابهم يبقى أكتر من أي إنسان عادل يفهم في القرآن والسنة ولذلك الله تعالى أفمن زينا له سوء عمل أفمن كان على بيينة من ربه كمن زينا له سوء عمل واتبع أهواءهم الأصل في هذه الآية أنها تضرب المثل للمؤمن والكافر فالمؤمن على بيينة من ربه والكافر متبع للهواء وزينا له سوء عمل ده الأصل في الآية أنها بتقول أن المسلم على بيينة من ربه كما قال النبي عليه صلى الله عليه وسلم في الآية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فالأصل في المسلم على بصيرة على بيينة من دينه والكافر على خلاف ذلك ده الأصل ولكن الآية أيضا تشمل أي مسلم يخالف في عقيدته أو في عبادته الشريعة ويتبع إلى إلهواء فأقول لا بد لكل من أراد النجاة أن يؤسس معتقده على الكتاب والسنة بفام prolسلف الأمة لابد لكل من أراد النجاة أن يؤسس معتقده على الكتاب والسنة بفام سلف الأمة يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه العبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداء العبادات مبنية على قال الله قال رسوله لا على الهوى والابتداء فإن الإسلام مبني على أصلي أحدهما أن تعبد الله وحده لا شريك له والثاني أن تعبد الله بما شرع الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذان هما الأصلان الذي يقوم عليهم الدين الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله ومحمد رسول الله معناها لا نعبد الله إلا بما شرع الله على لسان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نحضر اتباع الهوى في المعتقد أن نجد وراء الأهواء والبدع وعلينا أن نفهم هذا التعريف الجميل كل من خالف معتقده معتقد أهل السنة فهو من أهل الأهواء ولا بد لكل من أراد النجاة أن يؤسس معتقده على الكتاب والسنة بفهم سلف الأم فلا يجوز اتباع الهوى في العقائد وكذلك لا يجوز اتباع الهوى في الحكم فكما نهى الله تعالى عن اتباع الهوى في العقائد نهى عن اتباع الهوى في الحكم فقال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق وقال له أيضا وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك معنا اتصال أي أختي نعيمة يعطيك العافية يا شيخ عفاكم الله والله يا شيخ الآن في وزارة السنية أو هو القرد من السنية هيك عنا متعرف بدهم يعطونا 1500 دينار بدون فوائد حكونا أنهم مخدين الفتوى من الأوقاف لكن في مقابل ذلك اللي هو تبرع هم بيشكوا عنه تبرع طبعا تبرعه دائما يكون من النفس لكن هم شئنا أم أبينا بغضوا من هالمبلغ 65 دينار ماشي الآن وضحونا أن هالمبلغ 65 دينار وين هدول بدهم يخدوهم حكونا أنه للصندوق اسمه صندوق التنمية حتى بيستفيدوا وناس آخرين يعني حكوه فبالتالي كل مقترد بأخذ 1500 دينار لابد لابد أنه نأخذ منه على سبيل التبرع 65 دينار فما بعرف هون في في سائدة ولا ما في اسمعين يا أخت العامة بارك الله فيك خلاص واضح إن شاء الله السؤال واضح السؤال وقد سبق السؤال والجواب أيضا الله يبارك عمرك الله يقريمك أنا كنت أشاهد شيخنا الأستاذ الدكتوري السالوس حفظه الله قبل ساعة وأنت سألته نفس السؤال وأجابك الشيخ الله يحفظه وقال لك هذا ربا بارك الله فيك فراجعني أخت نعيمة بارك الله فيك وهذا أمر نبهت علي جميع المشاهدين قبل ذلك يا إخواني إذا سألنا عن مسألة وقعت نسأل مرة واحدة بس من اسألشك في اليوم الواحد يعني تربع خمس مرات فضلا عن كل يوم نسأل السؤال فالأخت نعيمة جزاء الله خير قبل الساعة سألت نفس السؤال للشيخنا للسالوس حفظه الله وأجابها هذا ربا عادت هذا السؤال يا أخا الإسلام أنت لما بيقع عندك واقعة أو تحصن عندك مسألة وبعدين تحب تعرف حكم الشرع فيه تسأل الشيخ الموجود قريب منك ما الحكم يقول لك الحكم كذا وبعدين تسأل غير وبعدين تسأل غيره تختلف الآراء تب حتين مني بقى لما اختلف الآراء هتقع فيما نحذر ونحن فيه الآن في هذا برنامج في اتباع الهواء الشيخ فلان قال جائز والشيخ فلان قال من جائز خلص خليني معه بيقول جائز والأصل في المسلم أنه لما بيسأل في حكم مسألة نزلت به عشان يحكمها بيسأل عشان يخرج من اتباع الهواء وإن لو بيسأل ليه ما كان من الأول عمل وعيز وخلاص فالأصل أن المسلم بيسأل العلماء بيسأل عشان يخرج من اتباع الهواء لكن لما يسأل السؤال وبعدين يكرر السؤال ثلاثة أربع خمس مشايخ عشر مشايخ وبعدين تختلف عليه الآراء أكيد هيقع في اتباع الهواء فيا أخوة يا إخواني لابد أن نتفقه في أدب الفتية كيف نسأل كيف نسأل ومتى نسأل لابد أن نتفقه في هذا أسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق أقول نهى الله تعالى نبينا محمدا صلى الله سلام عن اتباع الهواء في الحكم قال وأنحكم بينهم بما أنزله ولا تتبعه وأهو وبذلك أمر داود عليه السلام من قبل فقال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهواء فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب أسأل الله العظيم رب العشر عظيم أن يجيرنا وإياكم من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وأن يرزقنا خشيته في السر والعلنية وقول الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغناء إنه ولي ذلك والقادر عليه هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى لقاء آخر إن شاء الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتاب الله دفتور وقرآن به نور وإذا يتلى يذكرنا بأن الحق منصور وفي القرآن موعظة وفيه الخير موفو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان ونهاردة هيكون عنوان حلقتنا التصفية فالعرض التصفية نقدم عنه إن الكمية محدودة جدا مش بس كده والسعر موازق النهاردة بنقدم البطانية الضبل مش بس كده كمان ترجمة نانسي قنقر